اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة التي نصلت وضواء فيها على مطامع النظام المصري في ليبيا التي اخرها المطالبات بضم واحة الجغبوب لمصر حيث يستمر غياب رد الفعل ليبي من الجهات المسؤولة في الدولة شرق البلاد وغربها تجاه تكرار التصريحات المصرية التي تتحدث عن ضم واحة الجغبوب والتي تقع جنوب شرق مدينة طبرق بحوالي 300 كم التفاصيل في سياق التقرير التالي إذا في مصر تقرر شيء أنا معها حتى ولو في غرب أصلحتنا ثمار التنازلات قد أينعت واحة الجغبوب الليبية قد لا تلازمها هذه الصفة يوما ما فمصر مستعدة للاستلاء على أراضي الليبية بمباركة من يتجهزون لبيعها مقابل قبض الثمن الكرسي جنوب شرق ليبيا بلدة الجغبوب أجلت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري دعوا بشأنها تطالب بضمها للأراضي المصرية إلى العشرين من سبتمبر القادم الجغبوب مهد أبرز الحركات الاجتماعية المرتبطة بالتاريخ الليبي فمنها انطلقت الحركة السنوسية التي أسهمت في نشر الإسلام في قلب إفريقيا وألفت بين قلوب الملايين مصر ذات السجل الحافل بالنزاعات الحدودية حلايب وتيران وصنافير تخوض صراعا مستديما تارة مع جارتها في الجنوب السودان وتارة مع شرقها وأخيرا مع جارتها ليبيا مطالب من قضاة ومحامين مصريين فضلا عن شخصيات عامة لطالما نادوا في أوقات سابقة بضم أراضي الليبية تحت ظل مصر مدعينا أن هذه الأراضي كانت بصرية زمنا ما لكن مصر تستقوي في صراع وتبدو ضعيفة في آخر إذ سلم عبد الفتاح السيسي جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين بالبحر الأحمر للرياض متجاهلا مطالب شعبية وأحكاما قضائية رافضة خطوة السيسي ذاتها قد يتخذها آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر معه فالرجل لا يجد بأسا في زيادة خنوعه لمعلمه الأوحد المطالبات المصرية تتجاهل بوضوح قانونية ليبية الجغبوب فاتفاقية ناكريتو الموقعة بين الاحتلال الإيطالي ومصر عام 1925 والتي أدخلها الملك فؤاد الأول بن علي باشا حيز التنفيذ بعد سبع سنوات من توقيعها ومصدقة البرلمان المصري عليها سلمت سيادة الواحة رسميا للجانب الليبي ما يطرح التساؤلات حول ما إن كانت مصر تستغل القسامة في ليبيا وإذ عانى حفتر لها لتتوسع غربا وربما تضع يدها أبعد حيث واحات الذهب الأسود وللحديث مشاهدين عن هذا الموضوع انضموا إلينا هنا في الستوديو ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية دكتور محمود رفعت كما ينضم إلينا عبر الهاتف البرلماني المصري السابق سيد أحمد جاد وعبر الهاتف الصحفي المصري سيد مجاهد المليجي كما ينضم إلينا أيضا عضو المجلس الأعلى للدولة السيد عبدالجاد رحوالي وعضو مجلس النواب سيد صالح فحيمة نرحب بياد دكتور محمود رفعت أهلا بك في البداية أهلا وشهلا نعم في بداية دكتور نتحدث عن قانونية مطالبات مصر اليوم بضم واحد الجغبوب لمصر الموضوع تاريخي في البداية تم حسم الموضوع كما يقول الجانب الليبي سنة 1925 عندما تمت الاتفاقية بين إيطاليا ومصر بتسليم الجانب الإيطالي واحد سيوى إلى مصر مقابل الكف عن مطالبات المصرية بواحد الجغبوب لماذا اليوم تتجدد هذه المطالب من الجانب المصري؟ هو طبعا في ضوء العلاقة المعروفة ما بين حفتر وعبد الفتاح السيسي أو نظام عبد الفتاح السيسي لا يمكن فهم المطالبة من قبل محامي خارجي وليس من قبل النظام نفسه الممثل أو المفترض أنه يمثل للدولة إلا بأنها لعبة سياسية للإلهاء ليس أكثر لأخذ الأنظار بعيدا عن ما سيتم في هذه الأيام أو ما مقرر له أن يتم ربما يخرب مرة ثانية والذي عبر عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة في مجلس الأمن من ثلاثة أيام أنه كان هناك مخطط لتمرير مسألة الانتخابات الإجرامية التي لا يمكن وصفها إلا أنها إجرامية لأنه لا يوجد دستور يحدد سلطات الذين سينتخبون أو مدة بقائم في السلطة أو بالتالي عملية إجرامية وقال بالحرف الواحد غسان سلامة ما معناه أن كانت مسألة التحركات في الهلال النفطي هي التي خربت هذا المشروع الإجرامي من المقرر الآن أن يكون هناك عمليات إجرامية في الغرب ربما ليس من قبل مليشيات حفتر نفسها ولكن من قبل متآمرين مع حفتر بمال نعرف جيدا أنه يأتي من الإمارات العربية المتحدة فبالتالي عملية الجغبوب هي إلهاء عن هذا كله من ناحية ومن ناحية أخرى هي نوع لتوطيد أو لإظهار مدى التعاون ما بين حفتر والسيسي وأن هناك ازدياد في العلاقات خاصة أن قاعدة محمد نجيب التي هي يعني على الحدود المصرية الليبية التي افتتحها لسخرية القدر محمد بن زايد الذي أتينا من تلك الدولة ولا نعرف ما كانت صفته ليأتي إلينا ليفتتح هذه الإمارات إلا أنه هو الرائع الرسمي لها أو هو الكفيل لهؤلاء الاثنين عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر أن هناك أيضا نوع من أنواع المد ما بين الطرفين من هنا وهناك ليكون في الجغبوب يعني أن تضع نظريا جدا تحت الإدارة المصرية ليضع فيها سلاح محرم دوليا لأن أي سلاح يصل إلى خليفة حفتر هو سلاح محرم بمقتضى أربع قرارات من مجلس الأمن ثلاث يعني قرار وثلاث تجهدات له طيب ابقى معنا الدكتور محمود ينضم إلينا أيضا خلال هذه التغطية عضو اللجنة التشريعية بمجلسا وبالسيد صالح فحمة سيد صالح أهلا بك نعم سيد صالح أهلا بك سيد صالح فحمة كنت في الاستماع إذن نحاول مجددا الاتصال بالسيد صالح فحمة مرة أخرى هناك مشكلة في الاتصال من المصر ينضم إلينا السيد عبدالقادر لحوالي عضو المجلس الأعلى للدولة سيد عبدالقادر أهلا بك أهلا مشاهدي قناة النظر نعم نعم سيد عبدالقادر نتحدث عن قانونية المطالبات اليوم وهذه الدعوة التي رفعها المحامي المصري علي أهلي أيوب ويطلب فيها الدولة المصرية بتنفيذ كافة أوجه التقاضي لاسترداد الواحة كما يقول ما قانونية هذا الأمر وماذا تتوقع من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري الذي يأجل النظر في هذه القضية إلى العشرين من سبتمبر المقبل نعم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله طبعا أساس قانوني لفادي الدعوة ومتحق أي مواضم دون مصلحة أن يرفع دعوة ولكن على القضاء المصري ينظر إلى التعاقد الذي دار بين الحكومة المصرية في سنة 1925 وتم تدويجه في البرلمان المصري في سنة 1925 بقبول تبادل المناطق الجغرافية اللي هي السواء وسلوم مقابل الجغبوب لأنها الرغم من أن الملك الدريف رحيمه الله طالب مرارا وتكرارا في تلك الفترة عدم إعطاء الجغبوب للحكومة الإيطالية لأن كانت إيطاليا تريد أن تبحث بالمقاومة الشعبية والدعم الروحي والمعنوي للمقاومة الشعبية الذي ومثلت الزوايا السنفية في الجغبوب عن القضاء المصري أنا أتوقع عن القضاء المصري إذا كان جادا فعلا ويحترم تعاقداته ويحترم تعهداته ويحترم مواتيقه واتفاقياته أن يقبل القضية شكلا ويرفضها موضوعا إن موضوعها ممتهي من سنة 1932 بتصليل البرلمان المصري والبرلمان الإيطالي على هذا التبادل في تلك الفترة نعم طيب يعني بغض النظر عن الأحكام التي ستخرج بها محكمة القضاء الإداري هل تمثل هذه الأحكام هل لها أي مفعول على الأرض أم أنها فقط تخص الدولة المصرية وقوانينها التي ليس لها أي أثر عندما يتعلق الأمر بدولة أخرى دات سيادة اليوم نعم نعم هذا الموضوع ليس له أي تأثير بأي دولة أخرى يقصر على الشأن الداخلي المصري عندما تنظر مادة القضية وترفع في القضاء المصري وينظر فيها القضاء المصري بالإمكان القضاء الليبي أن يرفع قضية أيضا وهناك تحكيم دولة هذه المسألة كما رأينا في السابق التحكيم الدولة التي جرى على شريط أرز بين الدولة الليبية والدولة السعادية وأيضا في هذه المسألة سيكون هناك تحكيم دولة وكله بحق يأخذ حقه أما بالنسبة للاتفاقيات فإذا بالإمكان العودة إلى ما قبل أبس عمية أو خمسة عشرين وترجع واحد سيوى والسلوم إلى الأراضي الليبية وتأخذ مصر الجبوب هذا بالإمكان يتفق عليها الليبيين والمصرين بعد أن يكون هناك تحكيما دوليا في هذا المسألة أما غير ذلك فلن يكون هناك امتداد بالأراضي المصرية غربا ولن يكون هناك امتداد بالأراضي الليبية شرقا فنحن نحترم تعوداتنا ومؤسكنا وعوداتنا والخارجية الليبية بدأت في إعداد مذكرة للرد على هذه المراحبات وأيضا المجلس الرئاسي بدأ يتشاور مع المجلس الدولة في هذه المسألة وسيكون هناك ردا خلال هذا الإسبوع أو قبل الإقراض بالجلسة التي حتدها القضاء المصري أعتقد أن القضاء المصري سوف ينظر في هذه القضية وسوف يفضها موضوعا فقط نعم طيب نشرك معنا في الحوار عضو اللجنة التشريعية بمجلسا وبسيد صالح في حمز سيد صالح أهلا بك نعم سيد صالح أهلا بك أهلا بك أهلا بك نعم سيد صالح نتحدث عن قانونية المطالبات المصرية اليوم على الأقل من جانب محامي الذي يتقدم بالدعوة لمحكمة القضاء الإداري لضم وحة الجغبوب إلى مصر يعني قضايا الحدود الموروثة عن الفترات الاستعمارية تتحدث عن أو أيضا حسب اتفاقيتين تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي مصر وليبيا موقعتين على هذه الاتفاقية وكانت من المؤسستين لكلتا المنظمتين وهي غير قابلة للتغيير إلا في حال التقدم بشكوى واللجوء إلى محكمة العدل الدولية هل تتوقع أن يتطور الأمر وهذه المطالبات المصرية تتطور للجوء إلى التحكيم الدولي في هذه الحالة دعني أولا أحييكم 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 أشاهد المشاهدين طبعا ما حدث هو أمر عادي جدا يحدث في أي مكان من العالم محامي مصري مغمور أراد أن يخوض مغامرة أراد أن يكسب اسمه في التاريخ وأراد أن يظهر اسمه تطور دعوة لضم الجهوب من الأراضي المصرية معتمدا على خلفية تاريخية هي ليست المطالبة الأولى سيد فحيمة ليست المطالبة الأولى وخلال هذه الثلاث سنوات هناك العديد من المطالبات وحتى عند المشاورات في فترة التناقش على الاستقلال الليبي أيضا تحدث مندوب مصر في دات الاجتماع مجددا عن مطالبة مصر بهذه بهذا الأمر ضم مواحة الجهبوب إلى مصر ليست جديدة لا لا خاليني بس أن أتكلموا أعطني فرصة إذا سمحت أنا أصر على أن الأمر لا يعبد قونه زوب عقف الجان الزوم المصري لم يتحدث حتى الآن لم يخرج علينا أي من المسلمين المصريين ويتحدث عن هذا الأمر هو عبارة عن محامي أراد أن يخوض مغامرة ما أراد أن يظهر اسمه فقام برق عادة القضية وحتى ولو قرضنا جدا أن المحاكم المصرية قدرت بهذه القضية أكبر براءة حال المحامي المغمور يط هذا الأمر يعني وفق إطار الدولة المصرية لأن القانون المصري لا يقضي على الدولة الليبية والتالي الأمر لم يقضي طبع رسمي حتى هذه اللحظة الأمر ما زال زي ما قلت حدثت يعني في إطار القانون المصري وداخل الدولة المصرية ثم أن قضية الحدود لا تؤخذ بهذا الشكل يعني قضايا الحدود المعروف أن ما يحكم فيها هي يعني محاكم دولية وتشكر طبعا محاكم الدولية أن تأتي الدولتين لتحتكم يعني إذا جاء الدولة واحدة لتحتكم أو أو تلك القضية يعني 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 لعادة مثلا ترسيم الحدود فلا يؤخذ بهذه القضية والسواعي التاريخية يعني كثيرة عن ذلك نحن مدينة نذكر قضية قليم أوزو الذي كان الاحتكام بين المحاكم الدولية بين ليبيا واتشاد وإيضا قضية الزرط الباخري بين ليبيا وتونس وكيف حكمت القضية الأولى لاتشاد وحكمت القضية الثانية لليبيا بالتالي يعني هذا الأمر إذا حتى هذه المحظة دول المصرية لا علاقة له به بالتالي المصري لا علاقة له به هو عبارة عن مواطن قام برد قضية وبإمكان أي محامي ليبيا أن يحبع قضية مضحكة مثل هذه القضية ويتحدث عن أن القاهرة داخل الحديث الليبية مثلا يعني لا تعطي الأمر أكثر من حجمة وهذا رأي يعني وهذا ما أراه هذا ما أراه ويراه من أعضاء مجلس طيب ابقى معنا السيد صالح فحامين ضم إلينا البرلماني المصري السابق سيد أحمد جاد سيد أحمد أهلا بك أهلا بك أستاذ عدنان ومشاهديك وضيوفك نعم سيد أحمد نتحدث عن قانونية هذه المطالبات اليوم بضم واحة الجغبوب لمصر إذا ما نظرنا لكل الاتفاقيات السابقة والاتفاقية الموقعة في سنة 25 بأن واحة الجغبوب هي ليبيا لماذا اليوم هذه المطالبات وكيف ترى قانونية الأمر وما المتوقع أولا لا يخف علينا أن ترسيم الحدود لم يكن من قبل من قبل الدول القومية نفسها سواء مصر أو ليبيا أو غيرها من الدول ولكن من قام بترسيم هذه الحدود هي دول استعمارية كانت تستعمر الوطن العربي والدول الإسلامية فلم تكن هناك أيدي وطنية قامت بهذا الترسيم في يوم من الأيام هذه النقطة الأولى النقطة الثانية من قام بترسيم الحدود ترك مجال للنقاش والأخذ وللرد وربما النزاعات وربما الحروب بين هذه الدول الإقليمية حتى لا تنعم يوما ما بالسلم أو بالأمن وتظل هناك مشحنات وربما حروب ونزاعات بين هذه الأقاليم بشكل أو بآخر الأمر الثالث مثل هذه النزاعات على ترسيم الحدود لا يقوم بها مواطن من هنا أو من هناك يقوم برفع دعوة أيضا في دولته أو الآخر في دولة أخرى ولكن تقوم بها الدول على مستوى عال من المسؤولين واستجابت الدولة المصرية ونظام المصري اليوم لهذه الدعوة خصوصا يعني أن الواحة غنية بالنفط لا يمكن إنكار ذلك ويعني تاريخيا هناك مطالبات كثيرة بضم هذه الواحة إلى مصر أيضا النظام المصري اليوم له سوابق في المشاكل الحدودية إذا ما نظرنا إلى قضية تيران وسنفير وحلايب وما إلى ذلك لذلك أقول ما أظن أن تحريك مثل هذه القضية أو هذا الأمر الخاص بهذه الواحة في هذا التوقيت هو ربما وبشكل كبير وفقا لاتفاقات سياسية يعني تقوم مثل هذه الدعاوة التي يكون بها مواطن بجس المعلوم أن النظام العسكري الموجود في مصر الآن لا يعني لا يحترم أي حدوده ولا يبحث عنها ولا عنده جدية أساسا في الحفاظ عليها بدليل تنازله من طرف واحد على تيران وسنفير وفي نفس الوقت تنازله في غاز شرق المتوسط لإسرائيل واليونان وقبرص وفي نفس الوقت تنازل في حقوق المياه التاريخية لمصر في نهر النيل وفي نفس الوقت يقيم يعني إشكالية بين السودان على حلايب وشلاتين فأقول أن مثل هذه التحركات القضائية تقوم لجس النبض ماذا ما أعتقد وما أظنه وهذا يجري لأنه هناك اتفاق بين العسكر موجودين في مصر ولموجودين في شرق طيب جس النبض لماذا ماذا بعد ذلك سيد أحنا وليست أسباب حدودية طيب يعني جس النبض لماذا يعني اليوم لا يمكن إنكار أن منسوب مياه النيل قد انخفض وانا وحت الجغبوب بها كمية من المياه وهي واحة نفطية لا يمكن إنكار أن الموضوع ربما هذه القضية تكون مغرية للنظام المصري اليوم الذي يحاول ربما إثبات الوجود وحل المشاكل التي تعاني منها مصر ألا يمكن أن نرى أن الأمر قد يتطور وتتبنى أو يتبنى نظام المصري هذه القضية ويتطور الأمر إلى أكبر من ذلك خصوصا مع ضعف الدولة الليبية اليوم وتواطئ صح التعبير القادة في المنطقة الشرقية بين العسكر هنا وهناك في مصر وفي شرق ليبيا هناك صفقات تتم في الخساء ويتم مثل هذه الدعاوة تكون لجلس النب لقياس مدى قبول الرأي العام هنا أو هناك لمثل هذا الأمر أنا لا أعتقد أن النظام في مصر جاد في البحث عن حلول لمشكلاته مشكلة مياه النيل لن تحلها بشكل أو بآخر المياه الجوفية الموجودة فيه واحد الجعزبوب ولكن أظن أن النظام في مصر يبحث عن صفقة ربما يعني مهادنة أو مكافأة لدعمه للنظام العسكري في شرق ليبيا فمثل هذا الأمر يعني يعني يأتي بشكل من المكسب في ظل هذه الأمور السياسية وفي ظل المراوحة التي تجري هنا أو هناك ليس المصلحة مصر وليس المصلحة ليبيا وليس هكذا يتم حل مثل هذه الأمور التاريخية أو ربما المشكلات الحدودية المعمولة منذ أكثر منذ مئة عام تقريبا طيب نعود إلى ضيفنا في الستوديو الدكتور محمود رفع الدكتور محمود ما تعليقك على هذا الأمر وأيضا يعني كيف ترى الوضع لأن هل يمكن أن تتطور القضية بالفعل ويتبنىها النظام المصري ولا يمكن إن كان ربما تكون هناك مطامع بالفعل لنظام المصري اليوم في هذه الواحة وماذا تتوقع أيضا طيب خلنا نفرق بس الشق القانوني عن الشق السياسي إذا ما تحدثنا في الشق القانوني وهي قضية مرفوعة فلنتسأل هل احترم عبد الفتاح السيسي يوم أحكام القضاء الإجابة لا لم يحترمها بحلم الأحوال بل على العكس شاهدنا كيف لكن إن كانت لصالح القضية ربما يحترمها لم يأتي حكم لصالح فسادي لأنه لم يفعل شيئا إلا تيران وصنافير على سبيل المثال حينما فرط فيها إلا اعتقال مش عارفه هل احترمها يوم أحكام القضاء لم يحترمها بحلم الأحوال وعليه فإن هذا الشق القانوني هو لا قيمة له عند عبد الفتاح السيسي هي القضية هو محامي طبعا مغمور جدا جدا ولكن هي تأخذ هذا البعد الإعلامي استغل هذه القضية التي هذا ليس جديد التوظيف المخابرات المصري وتوظيف المخابرات المصرية لمحامين مغمورين ليقوموا برفع دعاوة من هذا القبيل ليس بجديد والمحامون المغمورون يعني يقبلون جدا ويفرحون بها الشق السياسي هنا ليس حفتر بحاجة لأي يعني شرعانة ليعطي لعبد الفتاح السيسي تلك الواحة أو تلك جزء من الأرض إلا اللهم إن كان هناك أمر وهذا ما أراه أنا الآن أنها تهدف إلى أمرين أولا هي محاولة إلهاء في الداخل الليبي والداخل المصري عن يعني مقرر له أن يحدث ويرتب له أن يحدث وهو عملية إطلاق عمليات عسكرية إطلاق عمليات إرهابية من قبل مليشيات حفتر لكي يمر مشروع غسان سلامة وهو الانتخابات الإجرامية وأصفها بالإجرامية كونها ستكون بدون دستور بدون قاعدة شرعية التي يريد غسان سلامة أن يمررها بتمويل إماراتي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الهدف من مثل هذه الفقاعات أو الإثارات العشوائية هي نوع من أنواع أيضا التغطية على الجرائم بمعنى الآن السلاح الذي في يدي حفتر ليس شرعي لذلك أقيمت له قاعدة محمد نجيب لكي يكون السلاح شرعي وأعطي لساتك المثال السيد إبراهيم الجذران حينما داخل الهلال النفطي يعني كانت هناك تحركات دولية كثيرة منعت يعني أن يحلق الطيران الإماراتي أو المصري أو الفرنسي فوق السماء المنطقة الهلال النفطي ولا أريد أن أدعي لنفسي فضلا ولكن أنا تدخلت في مرحلة معينة من بداية التدخل وشرحت للمجتمع الدولي أن إبراهيم الجذران ليس إرهابي فيستحق المهاجمة أقولها بصراحة فبالتالي هذا كما قال غسان سلامة كان دخول إبراهيم الجذران منطقة الهلال النفطي عامل مخيب لمشروعهم الذي أعلنه ماكرون رئيس فرنسا منذ أسابيع يوم 31.5 بانتخابات إلى آخره فأشراء يعني أعود للقضية لك بالموضوع أن السلاح الذي في يدي حفتر هو سلاح إرهابي إجرامي باعتراف أو بإقرار من أعلى مؤسسة عدلية في المنظومة القضائية الدولية وهي محكمة العدلة الدولية التي تلاحق ميليشياته وأصدرت مذكرتين اثنين لقادة ميليشياته لجرائم ضد الإنسانية فأقيمت له أو أقيمت له من فترة قادة محمد نجيب على الحدود ليكون هناك تحايل ربما يكون السلاح على النظام مصري على الجاغبوب هي مجرد تغطية لهذا السلاح لوضع هذا السلاح تحت يدي حفتر بإسماء أنها تتبع إداريا مصر ولكنها فعليا تحت يدي حفتر نشرك سيد عبدالجادر حوالي معنا سيد عبدالجادر إذا ما تحدثنا عن ردود الفعل لدوار الحكم في ليبيا كان المجلس الرئاسي مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة كل الجهات اليوم في ليبيا هذه الواحة التي لها بعد تاريخي وهي يعني انطلقت منها الحركة السنوسية التي أسهمت في نشر الإسلام في قلب أفريقيا وكانت موطن لجد الملك إدريس السنوسي وتعلم فيها القرآن السيد أحمد الشريف والمجاهد عمر المختار وموطن المجاهدين الليبيين اليوم يتحدث عنها النظام المصري أو ربما يتطور الأمر إلى ذلك ولها مطالبات بضمها كيف تعامل اليوم تعاملت السلطات الليبية مع هذا الأمر وهل ترى أن بالفعل كانت يعني ردود فعلهم في محلها فقط العماري وأيضا يعني وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة من تحدث عن هذا الأمر الحقيقة أنا أعتقد ربما هناك سيناريو مرسوم لتبيض أو إدهار شخصيات أخر أن حامي حمى الوطن يعني ربما كما حدث في عملية مرب حفتر وإكراجي في أخر لحظة ربما هذه تمتيلية مخابراتية أخرى ليرادنا ينتظرون الردة الفعل من منطقة الغربية وبعدها يظهر حقه في المنطقة الشرقية ويكون بفعله كذا كذا مع الحكومة المصرية ويبيض صفحته ويجهز الانتخابات القادمة بأنه حامي حمى الوطن وهذا ما أعتقد أنه سيؤدي أما القضية هي القضية من ناحية القانونية خاصرة مئة في المئة ومن ناحية الدبلوماسية خاصرة مئة في المئة بحقوق أن هناك اتفاقات وتعصدات بين الدولتين أثناء الاتفاق وطبعا هناك اتفاقية الاتحاد الفعل في جانب الليبي حتى هذه اللحظة لم يظهر في المنطقة الشرقية وفي المنطقة الغربية أعتقد أن المنطقة الشرقية ينتظرون رجل تنفعل من المنطقة الغربية وبعدها سيكون هناك ردة فعل من خليفة حكثر بنفسه لكي يظهر للليبيين أنه هو حامي الوطن وأنه هو الذي منع أن يتم قطف قبعة من ترابه وهكذا أعتقد أنها مجرد المصرية أو الدولية في هذا الشأن نعم طيب ألا تتوقع أن يعني يردى خليفة حفتر إذا ما تطور الأمر إلى تبني النظام المصري لهذه الدعوة هل تتوقع أن يعني يتواطى حفتر في هذا الأمر خصوصا أنه قال أنه مع مصر حتى وإن كان ضد مصلحة ليبيا وعلاقته بالنظام المصري معروفة وقام بالتدخل قام بإدخال النظام المصري الذي قصف درنة وبغازي أيضا لا لا أعتقد أنه سيرضخ لأن هذه الطبيعة الخاصية شعبيا سوف تفقد صوته إذا رضخ وبانت حقيقته للمجتمع الليبي في هذه الحالة لا أعتقد أن حفتر سيرضخ ولا أعتقد أن النظام المصري سيقبل إنما ربما سيكون هناك تدخل من جهة حفتر للقضاء المصري أو تكليف محامي للدفاع ويظهر حفتر أنه هو الذي رفع قضية ودافع عن الأراضي الليبية في القضاء المصري وأنتهى القضية بهذا الشكل برفض القضية موضوعا لكن الرئيس المصري مثلا عبدالفتاح السيسي قام بتسليم صنافير واتيران الوقعتين بالبحر الأحمر للسعودي متجاهل لأن المطالب الشعبية وأحكام قضاية رافضة ألا تتوقع أن يقوم حفتر بذات الخطوة التي قام بها السيسي مع حفتر لن يقبل المصريين بحفتر لأن حفتر لا يملك لأنه في هذه الحالة من لا يملك أعطى من لا يستحق أن حفتر يعلم النظام المصري أن حفتر حتى هذه اللحظة لا يستطيع أن يتحرك خطوة واحدة إلى الأمام أو إلى الخلف لولا الطيران الذي موفر له من الإمارات ومصر وفرنسا إذا رفع عنه هذا الغضاء الطيران أنت حفتر من الوجود يعني هذا النظام المصري يعرف هذا الشيء ويعرف أن إمكانية حفتر وحدود إمكانية حفتر وأنه لا يملك لا يملك أن يعطي هذا التصرف نعم طيب نعود إلى سيد صالح فحامل سيد صالح كمجلس النواب وأيضا كل الأجهزة اليوم السياسية في ليبيا ما الذي قدمتموه لصالح هذه القضية التي تمس اليوم السيادة الليبية لا هي لم يعني هي التصرفية بعد يعني كما أثبت وأعتقد أن سيد حوالي تحدث أن المجلس في الأشياء والحكومة المصرحة ووزيع الخارجية بالحكومة المصرحة والحكومة المصرحية المصرحة يأدون رد وأنا لا أعتقد ذلك يعني أنا ويكون لا أعرف أن أصيد فيها الخارجية ولكنني على الأقل أعرف أنه ليسا للمراهدين السياسيين الذين ينجرون خلف مثل هكذا أمور أنا يعني ما زلت بصد على رأيي وأن ما يحدث هو مجرد وبعض فجان هو شخص قام بمغامرة وأن يريد منها شيء ما حتى وإن ما قاله يعني بيفة في الفلسولي وحتى وإن كان هذا الكلام حقيقي فإن يعني الأحكومة في ليبيا والفارجية الليبية والفرنة الليبي لن يردوا على محامين نحن إذا ما تحدث أحد عضاء مجلس الشعب مثلا في المصر أو تحدث أحد المسؤولين فسيكون رد رسمي أما عادة عن بانك فلن يكون هناك رد رسمي من ليبيا إلى أن نحن بالفعل يعني مستعدون بالوفاية والحجل القانونية والسياسية طيب يعني سيد صالح قللت كثيرا من أهمية هذه المطالبات وخطورتها اليوم في ظل ضعف الدولة الليبية لكن ألا ترى أن هذه الدعوة تمثل أو يعني تمهد الطريق للنظام المصري لمطالبات رسمية خصوصا أن الدكتور يعني الدكتور محمود رفعت وهو رئيس المحة الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية معنا هنا في الستوديو يتحدث عن توظيف المخابرات المصرية لهكذا أشخاص مغمورين وتعتبر كجس نبض لما بعده ربما يتطور إلى مطالبات رسمية هو في حال ما تطور في حال ما صادقة نبوءة بيتك الكريم وتطور الأمر ستكون لنا في جانب الليبي في عند ضد هذا حتى هذه المحبة كما أسلافك لا يوجد أي عمل رخوي يعني من طيب نعم سيد صالح سيد صالح هل أنت في الاستماع نعم 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 طيب ذكرت لنا سيد صالح نعم ذكرت لنا قبل هذه الحلقة أن هناك تواصل بينك وبين أعضاء في البرلمان المصري ما الذي دار بينكم إن دار حديث حول هذا الموضوع لا أنا لم أذكر ما لك أنا ذكرت أن سيد رئيس كترس بسيط المرأي أساد ما بأنه هناك تواصل بينه وبين البرلمان المصري وأنهم تحدثوا عن ما يوجد في الدوائر الرسمية على الأقل في البرلمان المصري حديث عن هذا الأمر ولا يوجد نية لدى النظام المصري القائم الآن يعني يخوض مثل هذا يعني هذا اللزاع على هذه الحديث التي تم ترسيمها بالمناسبة في سنة 1925 بل تم ترسيمها في سنة 1920 بتبادل يعني مدكرة فيتصاهم في المعارفة أنا ذاكي تقيط منر الشلواي بين الحكومة المتصف بالليبي الحكومة الإيطالية وحكومة الإنجليزيين التي كانت تختط في الأراضي المطرية وبالتالي هذا الأمر زي ما نحصل حدثت المصري باعثت أن له جدور تاريخية وتكرر عدة فرات وتكرر المطالبات عدة فرات يعني سنة 1925 بكرة هذه القضية وتم مصادقة البرلمان المطري أعطى تسجيل كالعام أوضعت هذه بأعوام قليلة على هذه الاتفاقية في حين أن البرلمان الليبي لم يصدق عليها أعتقد حتى هذه النحظة والبرلمان الليبي المتعاقب على حتى هذه النحظة وأيضا مصيرت في عديد من المرات هذه الاتفاقية هي بشأن وجهة الجردوب ومعبر السلوم ليست وحد فيه يعني لا علاقة ليوحد فيه بهذا الأمر هذا الأمر مع جدور طريقية والاحتكام فيه لن يكن لقانون محل في مصر ولا في ليبيا والاحتكام فيه إذن صرر طرفان الاحتكام في المحاكم الثورية وعبر القانون الثوري وجمع الدول العربية والمحاكم نعم ابقى معي سيد صالح في ليبيا مصر عبراطين نعم ابقى معي سيد صالح في حيما نعود إلى سيد أحمد جهد البرلمانية المصري سيد أحمد أمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر كانت له تصريحات سابقة يقدم فيها مصلحة مصر على مصلحة ليبيا ما هو السيناريو المتوقع اليوم من خليفة حفتر إذا ما تطورت هذه الدعوة إلى مطالب رسمية مصرية كما قلت ثلاثا أن مثل هذا الأمر واضح أنه ترتيب خفي بين أنظمة قمعية أنظمة غير شرعية أساسا سواء في مصر أو في ليبيا ومن أسف شديد أن الذي يحكم مثل هذه القضايا الحساسة ليست يعني ليست وطنيين بالمعنى الحرفي ولكنهم الأسف يعني أصحاب نزوات ويبحثون عن مصالح سواء شخصية أو الأسف هم أدوات لنزاعات إقليمية أو باحثين إقليميين عن موطق قدم في مثل هذه الأمور لذلك أنا أظن أن هذا الأمر كما قلت ثلاثا أنه جث نب وفي وقت ما ربما يعني بالفعل يقوم العسكر في مصر بإنتهاز هذه الفرصة والتحرك تجاه هذا الأمر ويعني ردا على مداخلة أحد ضيوفك الأعزاء أن البرلمان المصر لم يتطرق لهذا الأمر أنا أقول باعتبر برلمان أن البرلمان المصري الحال ليس برلمانا وطنيا ولا معبرا عن الشعب المصري ولكنه يأتمر بأمر من يحكمونه من العسكر ليست عنده أجندة ولكن تطرع عليه قضية في وقت ما وربما في جنح الظلام ويوافقون عليها دعما للنظام الحالي وليس لمصلحة مصر ولا حتى ليبيا شكرا جزيلا لك البرلماني المصري سيد أحمد جاد نعود إلى هنا لستوديو ضيفنا الدكتور رفعت الدكتور رفعت نتحدث في في المحور الأخير عن الإعلام المصري وهذه المطالبات التي يروج لها منذ فترة يعني للمطامع المصريين صحى التعبير في ليبيا يتحدث عن النفط ويسوق ربما ذرائع تاريخية من أين تنبع هذه المطالبات وهل ينجح الإعلام المصري اليوم في خلق رأي عام بمثل هذه المطالبات طيب خلينا بس نتساءل برضو أنا بحب أبدأ كل شيء بسؤال لأنه هو السؤال بيوضح الأمور أكثر الإعلام المصري لمن يتبع الآن الإعلام المصري بسبب 100% يتبع لجهتين يعني هناك أربع شركات تم تأسيسها شركتان المخابرات العامة شركتان المخابرات الحربية وهم الذين اشتروا هذه الشركات هي التي اشترك كل القنوات الفضائية المصرية ولا يوجد قناة فضائية النهاردة مصرية لا تملكها المخابرات يا إما العامة يا إما الحربية خلنا نكون وضحين نعم إذن ليس هذا يشير لقوة الإعلام اليوم في صنع رأي عام خاصة في مصر لم يعود لم يعود لم يعود الإعلام المصري اليوم يصنع رأي عام لم يعود الإعلام المصري الآن محل احترام لدى المواطن المصري المواطن المصري الآن لم يعود يستقي معلومته من هؤلاء المهرجين على الشاشات التي تخرج الشاشات المحلية كانت الفترة من 2013 حتى 2015 2016 كان هناك نعم قبول إلى هذا الإعلام بهذه الخديعة التي حدثت في ذلك الوقت ولكن منذ أكثر من سنة ونصف تقريبا وتحديدا أقولها لسهدتك مع إعلان مسألة تيران وصنافير سقط الإعلام المصري وترنح كثيرا حتى هوى اليوم وأصبح يعني عفوا يعني كرمية لم يعود أحد يتفت إليه من قريب أو من بعيد في الداخل المصري فبالتالي الشعب المصري الآن معروف أنه مفروض عليه أمر واقع بقوة سلاح وهؤلاء البغبغات الذين يظهرون في الإعلام المصري ولا أستثني أحدا منهم اليوم في الفضائيات المصرية أصبحوا يعني مجرد مهرجين بالنسبة للشعب المصري بل على العكس من ذلك يعني منذ حوالي سبعة أشهر حينما يعني قبلت بمهمة أن أكون منسق حاملة الفريق سامي عنا في الخارج بدأ الإعلام المصري يهاجمني فوجدت كثير جدا من الرسائل تقول لي لم نكن نعرفك لأنني لم أكن معروف للشارع المصري أنا طول عمري يعني حاتي في ما بين باريس وبروكسل وجدت كثير جدا يرسلون لي رسائل على تويتر وعلى فيسبوك وهنا وهنا ويذكرون حتى اسمي بدون رسائل في تغريداتهم وفي بوستاتهم على الفيسبوك لم نكن نعرفك ولكن عرفناك أنك رجل محترم كون الإعلام يشتبك كون الإعلام المصري يسبك هذا دلالة ربما على عدم تصديق هذا دلال على سقوط هذه المنظومة الآن وهذا مؤشر إيجابي الإعلام المصري لا يتناول بحال من الأحوال رؤية بطريقة إعلامية ولا يعالج بطريقة إعلامية هي أجندة مخابرتية يقوم بها ضابط المخابرات وطبعا يعني الإعلام سواء قناة الشرق أو قناة المكملين هنا أذاع العشرات بل يمكن دلوقتي وصلت المئات من التسريبات حتى الإعلامية وسمعنا كيف أنه يستخدم ممثلات وممثلين من المترهلين الذين كبروا ولم يعد منتج يتصل بهم للأفلام كيف يستخدمونهم في هذا الأمر ولذلك هم أصبحت المنظومة الآن مكشوفة جدا الإعلام لم يعد يصنع رأي عام في مصر بحال من الأحوال ولكن في مسألة الجغبوب خلالنا نحدد نقطة هل فعلا نظام عبد الفتاح السيسي بحاجة إلى هذه الأرض هل هو فعلا سيستخدمها هذا هو مربط الأفارس في أغلب 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 الضم أنه لا يريدها بحال لأنه النظام الذي حرق أكثر من 20 ألف هكتار في سيناء وهجر وفاعل وتنازل بكل برود عن تيران وصنافير أنا لي أحد أقاربي مات على تيران وصنافير لي أحد أقاربي استلمناه أو استلمه جيلهم من قبل جثة على تيران وصنافير هذه التي باع عبد الفتاح السيسي يعني هؤلاء الذين باعوا تيران وصنافير هل فعلا يحتاجون أن يوسعوا أرضا أو في رؤوسهم أو ساعة بلد هي المسألة باختصار سيد الفاضل إما أنها تشريع لأن تكون هذه الأرض تحت الإدارة مصرية وبالتالي تكون تخفي عدم شرعية سلاح حفتر أنها مصرية ولكن بالفعل حفتر سيبقى يركب هذه الأرض حتى يأخذ السلاح طيب في سؤال أخير فقط عذر المقاطعة في أقل من دقيقة هل الشارع المصري اليوم تقبل لهذه الدعوات لا بطبيعة الحال لا الشارع المصري الآن في حالة يعني كان الشارع المصري في 2014 أقول لك نعم مخدوعا حينما خرج الطيران المصري يقصف ليبيا وتقبل رواية ذبح المصريين الكاذبة التي أقول لك على مسؤولياتي الشخصية اليوم أن عبد الفتاح السيسي وأحد قادة ميليشيات حفتر لا أريد ذكر اسمه ولكني أعرفه تماما لأن هناك اليوم مفاوضات مع الجنائية الدولية لتسليمه وأنا الوسيط ما بين الجنائية الدولية وما بين هذا الشخص وإن شاء الله سأنشق عن حفتر قريبا وتكون في الأمور أمور هذا الشخص هو الذي تولى بنفسه ذبح المسيحين المصريين في ذلك التوقيت كان الشارع المصري لازال مخدوعا في هذا الإعلام الكاذب ولكن اليوم سقطت هذه المنظومة شكرا جزيلا لك الدكتور محمود رفعة رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية كنت معنا هنا في الستوديو كما نشكر البرلماني المصري السابق سيد أحمد جاد ونشكر أيضا عبر الهاتف كان معنا عضو المجلس الأعلى لدولة سيد عبدالقدر حوالي وعضو مجلس النواب السيد صالح فحمى وكان أيضا من المفترض أن يكون معنا الصحفي المصري السيد مجاهد مليجي لكن تعذر الاتصال شكرا لكل ضيوفي الكرام شكرا لكم مشاهدين على متابعة هذه التغطية إلى اللقاء